اوبا ايه الحلاوة دي انا حسس كده فيه شغل عالي النهار ده امال اكلة سهلة بس حتاكل سوابعك وراه اما نشوف قدينا هوسة لأنا الخار شوف هنحضر بقى اللحمة المفرومة هنشوح شوية بصل في معلقة سامنا وبعدين ننزل اللحمة المفرومة عليه ونقلبها كويس لغاية لما لنا هيتغير اول لما يتغير هننزل بقى فلفل اخضر متقطع صغير وتوم مفروم وبهرات بقى ملح وفلفل وجسط طيب وبابريكا وجنزبيل وممكن نزود سنة شط عليها بس انا النهار ده مرضيتش بصراحة عشان كيكو هنقلبها بقى كويس وبعدين اخر حاجة هننزلها تموت من مفرومة يا سلام بقى لو حطتيلك بقى شوية سلصة وستيها بقى عشان تحمر وتتسبك يا سلام عليك بقيت خبرة انت وبقى ليك رأيي في التسبيك اما دي طب وريني صدرتك بقى وشرح لنا البشاميل اللي عملنا ازاي ايوة ما نعارف بيت عمل ازاي بس انت يقولي بس كده طب يا سيدي شبه في حندوق معلقتين دقيق في معلقتين سمنة ونحمصهم كويس وبعدين ننزل عليه وكوبايتين لبن وطبعا سخنتي اللبن عشان البشاميل اللي ما يكالك عش مش قلتلك انها سهلة الله ينور عليك هنحط بس على البشاميل الملح وفلفل ورشة زعتر كمان بعد ما نحشي بقى الخرشوف باللحمة المفرومة اللي احنا حضرناها هنحط عليها جبنة متسرلة وبعدين نحط البشاميل بقى اللي انت لسه عامله يا حركاتك يا مؤدم بس ايه ده هو ده بس الخرشوف لا ما انا نحضره لك مفاجأة بقى بتنجان لا مفاجأة فضيع بصراحة ما تستهونش بالبتنجان استنى بس ما تدق في الاخر هنحط على البتنجان زي الخرشوف بالزبط اللحمة بس المرة دي هنخلي البشاميل الاول وفقي الجبنة يعني من باب التغيير اه عشان اللي عايز كده يلاقي واللي عايز كده يلاقي طبعا بس شوف بقى لما طلعت من الفرن ورحتها وشكلها طحفة فنية يلا بينا بقى ندقها عشان نحكم عليها انا حدق البتنجان الاول ماشي يلا دق وقل لي رأيك يجنن ولا الخرشوف بقى تعموا حكاية يلا مستنين ايه جربوها وقلونا رأيكم